على أعتاب تجدد دوامة العنف تقف الساحتان السورية والعراقية ولا يبدو في الأفق سوى موجة جديدة من التصعيد بين الولايات المتحدة وميليشيات إيران في البلدين المواجهات بين مقاتلين موالين لإيران والأمريكيين والغارات الأمريكية على الحدود العراقية السورية خلطت الأوراق من جديد إلا أن الوضع الراهن على الرغم من خطورته قد لا يتطور إلى مواجهة عسكرية فإيران تريد الخروج من حالة العزلة وتسوية ملفها النووية بما يرفع عنها العقوبات فيما تعمل واشنطن على تقليص حروبها الخارجية وتتواصل الهجمات حالياً ضد المصالح الأمريكية في بلاد الشام لكن بأسليب تشكل تهديداً أكبر وتوقع أضراراً أكبر لسيما مع استخدام طائرات المسيرة المفخخة ضد الأمريكيين كما حصل في مطار أربيل عاصمة أقليم كردستان الذي كان يعد حتى الآن موقعاً آمناً حتى وصل الأمر إلى ضرب مدينة الصدر الواقعة شرقية العاصمة بغداد يبدو أن البعض يرى أنه لا توجد مصلحة لأي منهما بتفجير الأوضاع غير أنها في الوقت ذاته مرغمة على مواصلة تصعيد الكلامية ومقابلته بأفعال ملموسة من أجل إعادة ترتيب توازن القوى فيما بينها فبعدما فاز في الانتخابات الرئاسية الإيرانية المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي وبينما حل الديمقراطي جو بايدن محل الجمهوري دونالد ترامب لم يتوقف إصدار الأوامر فهل تخاطر واشنطن وتهران بمواجهة جديدة متفجرة أم تزال مرحلة إظهار القوة ورسم حدود للخصم قائمة؟ ترجمة نانسي قنقر